السلام عليكم ابنائي وبناتي طلاب كلية الزراعة جامعة دميات اهلا ومرحبا بكم مع هذا الفيديو الكثير الذي سأحاول من خلاله شرح كيفية تحويل ملف من صيغة الورد الى صيغة البي دي اف للاحتفاظ بالتنصيخ وانواع الخطوط والمسافات وكل الامكانات اللي انت عملتها في ملف الورد دون تغيير عند نقله من جهاز الى جهاز اخر او عند ارساله عبر الايميل الى شخص معين لان كثيرا ما يحدث تغيير في الصيغة وفي التنصيخ بتاع ملف الورد عند ارساله من ايميل الى ايميل اخر او عند نقله من جهاز الى جهاز اخر لاختلاف الامكانيات والاختلاف نوع ملف الورد او الافيس اللي هو موجود على الجهاز وكلام ده فاسلم طريقة للحفاظ على التنصيخ بتاع الملف اللي انت عملته ان انت تحفظه في صيغة بدي اف وده بيتم بخطوات بسيطة جدا وسهلة جدا انا امامي الان ملف ورد او هورره لكم وهو ليكم ازاي بيتم حفظه بصيغة البيد اف ده ملف الورد قدامي والنافذة مفتاحة قدامكم عشان تبقوا شايفين ان هو ملف ورد تمام دلوقتي نشوف ازاي بيتم حفظه بصيغة بدي اف في الطريقة بسيطة اولا الورد اللي عندي اوفيس 2010 هذا اللي انا بستخدمه ده اللي ناس كتير بتستخدمه دلوقتي فلو حد عنده اه اه ورد مسلا اه سبعة وتسعين الفين وتلاته يبحث عن اللي انا هقول له عليه لو النافذة بتاعته اللي هي مفتوحة قدامي دي مختلفة عن اللي عندك على الجهاز تبحث عن القاتي اول حاجة تبحث عن كلمة فايل فايل دي اه مستمعي بالمؤشر انا بحركة المؤشر فين فاعل النافذة من جهة اليسار في عندك الايكونة بتاعت سيف سيف هنا اما يكون عايز عملت تغيير معين في الملف وعايز تحفظه في نفس الملف يحفظه لك زي ما هو انما فايل هنا بفتح عليه بتديني عدة اختيارات تمام سيف اندساند برينت نيو تفتح يعني ملف ورد جديد كلوز اوبن سيف از سيف انا بستخدم سيف از دي يعني بدوس على فايل تاني هقدامكم بيفتح لي القائمة دي باختار منها سيف از وبدوس كده هيقوم يفتح لي المربع الحواري اللي انت شايف قدامك ده المربع الحواري ده اسمه سيف از اسمه سيف از المربع ده ايه المربع هنا بيحددلك في القائمة اللي موجودة ناحية اليسار كده تختار المكان اللي انت عايز تحفظ فيه الملف تختار المكان اللي انت عايز تحفظ فيه الملف فانا اختار مثلا ديسك توب يعني احفظه على الديسك توب عندي بعد كده منزل هنا بلاقي فيه عندي مربعين المربع الاول مكتوب قدامه فايل نيم فايل نيم طبعا انت قلت احفظ الملف ده كنسخة يعني انت بتحفظه كنسخة اضافية تمام فالنسخة الاصلية هتبقى موجودة عندك على الجهاز دي بقى نسخة جديدة يعني دي نسخة احتياطية انت بتحفظها فبيقولك حط الاسم بتاعها فطبعا انت لو بتعملها كنسخة اضافية ممكن ان انت تغير وتحط الاسم اللي انت عايزه انما لو انت عايز تعملها كنسخة bdf نسخة اضافية بس بدي اف ممكن تسيمها بنفس الاسم تمام يعني الخيار ده راجع لك انت اللي بعدها بقولك سيف اس ضيب يعني حدد نوع الملف اللي انت عايز تحفظه ده عايز تحفظه بصيغة ايه وكاتب لك في الخيار اللي هو المتاح عندك ده دلوقتي او اللي مفتوح قدامك بقولك عايز تحفظه بصيغة وورد سبعة وتسعين الفين وتلاتة يعني ممكن تفتحه بملاف وورد سبعة وتسعين او الفين وتلاتة ولا عايز تحفظه بصيغة اخرى فانت بتدوس عليها طبعا انت عايز تحفظ بصيغة بدي اف بتدوس على الخيار اللي هو عطولك ده يقوم يعمل لك قائمة منسادلة شاف دي قائمة منسادلة ايه كاسطرة قدامك تمام وحطط لك فيها خيارات كتير وورد كومنت وورد ماكرو وورد سبعة وتسعين الفين وتلاتة خيارات تعد ماشي معاها هتوصل عند صيغة البي دي اف موجودة عندك صيغة ايه بعد ما دوست حددت انت بقى الصيغة اللي انت عايز تحفظ بها الملف تمام تروح الو ايه سيد هيبدأ بقى يحفظه لك بصيغة البي دي اف ويطلحه لك منف بدي اف بنفس التنصيق اللي انت عامله بتاع ملف الورد وبعد ما بينته بيروح فتحه لك قدامك شوف بقى معايا هنا انا هحاول ان انا اداء النفذة شوية اه عشان اوضحها لك هنا النفذة ايه نوع الملف ايه مش هاطت لك الايكونة بتاعت الورد حاطت لك بتاعت البي دي اف والملف موجود قدامك هو في صورة بدي اف هاجبهولك وورهولك هتلاقيه بنفس التنصيق بتاع الملف الورد اللي انا عملت لك قبل جد اللي ورت لك قبل جد اه محتفظ بنفس التنصيق وبنفس كل حاجة شايفين متغيرش فيه اي حاجة فهو ده اللي مطلوب منك ان انت تعمله بعد ما تخلص كتابة اه البحث او التكليف البحث اللي انت مكلف به تمام وتنصقه بصيغة الورد زي ما انت عايز تروح هامله بعد كده اه بطريقة اللي انا قلت لك عليها وتختار بدي اف من المربع الحواري بعد انتقول له سيف يروح هافظ لك الملف هكررها قدامك تاني هلغي الملف ده وهكررها قدامك تاني باختصار اه الملف قدامك زي ما انتوا شايفين كلا اه حافظه لي على سطح المكتب بصيغة بدي اف ماذا اقول لكم عليها طبعا هعمله دليت تاني وكررها قدامك علشان هسبتها لك في زهنك اه ده ملف الورد عندي ها تحت بفتحه ده ملف ورد اه واللي اكيد لك انه ملف ورد شوف لما اقف بالمؤشر يعني ممكن احذف حاجة ها وممكن ان انا ارجحها تاني وممكن اعمل اي تعديل انا عايز اعمله في الملف ده تمام ورده موجود قدامه اه في حالة ان انا لو عملت تعديل وعايز احفظ التعديل ده في الملف الورد اللي موجود عندي ويفضل زي ما هو بدوس على الايكون اللي موجودة هنا دي اللي هي عبارة عن مربع لونه ازرق دي ايكون سيف بيحفظ لك التغير اللي انت عملته في الملف زي ما هو ويفضل موجود عندك طيب لو عايز احفظ منه نسخة احتياطية باي صيغة ايا كانت يبقى لازم ادوس على فايل هنا عشان يفتحلي القائمة دي واختار منها سيف از سيف از يعني احفظ لي منه نسخة اضافية كا كا يعني ايه يعني قصيغة وورد سبعة ودسعين او تلاتة وتسعين قصيغة بد اف قصيغة كذا يعني ده بتقول له احفظ لي بقى نسخة احتياطية بالصيغة اللي انا هحددها نشوفها نحفظ بقى الصيغة ازاي فتحلي المربع الحوارة هولي هو سيف از احفظه لي فصور كذا باجي هنا بحدد المكان اللي انا احفظ عليه حددت الديسكتوب زي ما حددت قبل كده طبعا تشوفت الملف بدي اف اللي انا عملته وحزفته خلاص وبعدين بنزل هنا يا اما سيب الاسم زي ما هو ده زي كنت عايز احفظه بصيغة تانية غير صيغة الورد اللي انا عمله بيها او لو عايز اغير الاسم غيره يعني قدام الخيارات متاحة ممكن ان انا غير او سيب الاسم زي ما هو ننزل بقى على المربع التاني اللي هو الاهم هنا في المربع التاني بيقولي سيف اس ضيب يعني نوع او نوع الملف اللي انت عايز تحفظه عايز تحفظه ايه ملف وورد تاتة وتسعين سبعة وتسعين ولا بدي اف ولا ايه بالزبط فبرح دايس على المربع ده يفتح لقائمة المنسادلة بختار منها بدي اف حددت بدي اف تمام رحجي هنا اقوله سيف وانتظر قليلا بيحول للملف الى بدي اف بس مش نفس الملف لا بياخد لنسخة منه ويحولها الى بدي اف ويطلع حالي ويفضل نفس ملف الورد موجود عندي هتلاحظ عندي هنا اه تم الحفز فعلا في سيرة بدي اف بدليل لو بسيت على العلامة اللي موجودة في النافذة بتاعت الملف اللي اتفتح هاي هتلاقي علامة الى بدي اف موجودة وهتلاقيها موجودة تحت عندك اهي اهي في الشريط اللي تحت ممكن تخفيها وممكن تظهرها اه تمام نشوف بقى هل الملف تحفز زي ما هو بتنصيقه بكل حاجة ولا اختلف هنلاقي الملف تحفز بنفس التنصيق اللي انا كنت عامله به في ملف الورد اه قدامك ما تغيرش فيه اي حاجة خالص من اللي انا اي كنت عامله في ملف الورد فهروح بقى سايبه عندي وملف الورد لسه قدامك زي ما هو يعني هرجعه لكو هورهه لكو برضو اني لسه موجود زي ما هو وبنفس التنصيق بتاعه تقدر تحتفظه عندك تمام انما اللي مطلوب منك ان انت تحول بعد ما تخلص التكليف البحسي تحوله لصيغة البي دي اف زي ما انا وردتك كده وهو الملف البي دي اف ده اللي انت هتقوم بارساله على الايميل اللي اتحدد لك علشان تبعت عليه التكليف البحسي اللي انت تكليفت بها في كل مقرر تمام اتمنى تكون الامور واضحة قدامك وهو الملف موجود على سطح المكتب هو بصيغة البي دي اف هفتحه لك تاني برضو تأكيد لان انا بحب اقرر واكد عشان اسببت لك المانور زي ما ده الملف هو بي دي اف وانت شفته متعلم ببي دي اف وهدي الايكونة بتاحت هي بقول لك ممكن تخفيه وممكن تفتحهم منها تاني لان طالما انت فتحت وتظهلك الايكونة بتاحت والدليل عن انه بي دي اف ما هيقبلش انه يعزف اي حاجة شوف اما تيجي تعلم مش هقدر يحزف اي حاجة من حاجة دي لان حفظها بي دي اف يعني صورة طبق الاصل من الملف اللي انت عملته بصيغة الورد اتمنى ان العملية يكون وضحت بالنسبة لكم واصبحت بسيطة وهي بسيطة فعلا وتسهل عليكم ان انتوا تعملوا تكلفة البحثية بتاعكم وتحفظها بصيغة بي دي اف وتبعتوها على الايميالات اللي حديدناها لكم والى لقاء اخر استودعكم الله لدي لا تضيع وضيعه دمتم في حفظ الله وامن ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته